السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابنات وطلاب الصف الأول الثانوي مع الحلقة الثانية من الدرس الثاني مصادر دراسة الحضارات كنا تناولنا في الدرس الأول أهم مصادر دراسة الحضارات وقلنا أن مصادر دراسة الحضارات بتنقسم إلى قسمين مصادر أولية ومصادر ثانوية واخذنا في المصادر الأولية الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت أخذنا الأثار والنقوش والنهاردة إن شاء الله هنتناول معاكم بإذن الله العنصر التالت من مصادر دراسة الحضارات اللي هي المصادر الأولية وهي البرديات والبرديات هي المادة الوثئاقية المكتوبة على لفائف من الورق المصنوع من نبات البردي وطبعا ده بتعتبر مصدر خاص لكثير من جوانب الحضارة المختلفة عاوز أقول لكم كمان أن مصر كانت الدولة الوحيدة في العالم اللي بيطلع عندها نبات البردي وهي كانت المصدر الوحيد لهذا النبات في العالم كله ولذلك بتشتهر البرديات في مصر تشتهارا كبيرا وذلك بسبب توفر نبات البردي في مصر أشهر البرديات المقررة عليكم السنة دي بردية إيبرس الطبية وطبعا دي بردية في مجال الطب وهي أقدم مخطوطة علمية محفوظة قدمت الحضارة المصرية القديمة وأسهمت في اكتشاف العديد من العمليات القراحية والأمراض زي القلب والعظام والعيون والكسور والحروق والأمراض الجلدية وكمان كان بتصنف مش بس اكتشاف المرض لا كمان بتحدد له العلاج والبردية دي تنسب إلى جورجي إيبرس اللي هو العالم الأمريكي اللي من أصل انجليزي وهو اشتراها من مصر سنة 1835 تقريبا وبدأ يدرسها دراسة مستفيدة وبين فيها مدى تقدم المصريين في مجال الطب المصدر الرابع من المصادر الأولية الأستراك والأستراك اللي هي كسرات الشؤاف المعروفة عندنا في الريف المصري زي الشؤاف الممكن مثلا الأولى الشؤاف الزير الشؤاف اللي هو مصنوع من الفخار احنا معروف عندنا في الريف المصري باسم الشؤاف وهي كسرات الفخار والأحجار المكتوبة عليها وطبعاً ديت كان بيستخدمها الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة من المجتمع أما نبات البرد ما كانش بيستخدمه إلا الطبقة الغنية والأثرياء في المجتمع والملوك علشان كده كانت الأستراكة أكثر اشتهاراً في المجتمع المصر قديماً وذلك بسبب توفرها ورخص أثمانها وغولة الحصول عليه وعلشان كده كان بتستخدم في الحياة اليومية وتكتب عليها كل الأحداث اليومين العنصر الخامس النقود والمسكوكات وطبعاً المقصود بالمسكوكات اللي هي العملات المسكوكة يعني النقود عبارة عن قطع معدنية تحمل خاتماً من السلطة العامة لضمان وزنها ودرجة نقائها وهي من أحد مصادر دراسة الحضارات لكن عايز أقول لكم أن الحضارة الفرعونية القديمة لم تكن تعرف العملات ولم تعرف إلا في عصر الدولة الرومانية والفارسية في مصر أما أيام الفرعونة لا ما كانش يعرفوا الحاجات دي آخر حاجة من المصادر الأولية كتابات المؤرخين طبعاً في المنهج الأديم كان كتابات المؤرخين القدماء كانت ضمن المصادر الثانوية لكن بعد التعديل اللي حصل كان كتابات المؤرخين ضمن المصادر الأولية وليست الثانوي أشهر المؤرخين المؤرخ المصري منتون السمنودي اللي أسم التاريخ المصري إلى 30 أسرة وأيضاً هيريدوت الذي زار مصر وكتب عنه في كتابه تمحيص الأخبار وينقسم هذا الكتاب إلى تسعة أجزاء وخصص الجزء الثاني منه لمصر وتحدث فيها عن جغرافية مصر ومدنها والأحداث التاريخية التي مرت فيها والتي عاصرها هو أيضاً المصادر السنوية كتابات الفلاسفة ومن أشهر الفلاسفة الفلاسفة اليونانيين سقرات وأرستو وأفلاطون أيضاً من المصادر السنوية كتابات الشعراء ومنهم هوميروس الشاعر الإغريقي اللي كتب ملحمة الإليازة والأوديسة والتي تعتبر مصدراً تاريخياً نستقي منه المعلومات السياسية والاقتصادية والحضرية لبلاد الإغريق القديم أيضاً الأخير من المصادر الثانوية اللي هي الأساطير وتمثل جزءاً من التراث الشعبي وتعد مصدراً أدبياً يعكس كثير من صور الحياة الاجتماعية والسياسية مثل قصة الطفان في بلاد العراق القديم وقصة إزيس وأزريس في مصر زي ما قلت لكم أن مصر لم تعرف شكل العملات وإنما كان أهل لمدينة ليديا في أسيا الصغرى كانوا أول من سكوا العملة بصفة رسمية في عهد الملك كوريسيوس سنة 650 إلى 646 قبل الميلاد وكانت من الذهب الخالص والفضة الخالصة وبكذا نكون انتهينا معاكم من الدرس الثاني مصادر دراسة الحضرات لو في عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي ملاحظة اكتبوا في التعليقات أسأل الله لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر